اتهمت النيابة العامة في الامارات سيدة مغربية بقتل عاشقها وطهوه واطعام اجزاء من جسده لعمال باكستانيين ويقول ممثل النيابة ان السيدة قتلت عاشقها قبل نحو ثلاثة اشهر في مقر اقامتها في مدينة العين لكن الجريمة لم تكتشف الا اخيرا حين جاء شقيقه للبحث عنها ووفقا لما نشرته صحيفة دي ناشنال الاماراتية صادرة بالانجليزية فان السيدة في الثلاثينات من العمر وقالت في التحقيقات ان الجريمة حدثت في لحظة ظنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضية اليوم من اغرب القضايا اللي يمكن لكم تقرأوها او تسمعوا عليها ولكن هذا القضية اراها واقعية وقصة حقيقية فيها كمية اجرام لما يقدرش الى اقل تصورها ولا يتوقعها القضية اللي عن شارك معكم اليومه مغربية والاحداث دي لها غا يديونا لدولة الامارات وبالضبط في مدينة العين انبدو من عند هشام شاب مغربي من مواليد 1984 تزاد وكبر بينخوته في المغرب وهدي 11 عام باش يلقى خدمة في الامارات وانتقى العيش وهو عنده دباء 23 عام ومن بعد ما استقرأ ورصة الامور ديالو غا يقرر باش يجيب اخوه الصغير للامارات بعقد عامل معاش الشريكة باش هكحت الاخ ديالو يدير مستقباله ويخدم على راسه وهذا اخوه الاسم ديالو محمد من مواليد 1989 وهو المحور الاساسي في القضية ديال اليوم محمد منصوره هو كيحلم بالهجرة لأوروبا ولكن شاءت لأقدر انه يهاجر للخالج ويستقر فيه من بعد ما وصل الامارات مقدرش انه يبقى عيش مع الاخ ديالو في ابو ضبي لان خدمته كانت في مدينة العين اللي بيناتهم شي ساعتين للطريق تقريبا ودك شي علاش بقامها غير شي ثلث ايام ومن بعدها هزح ويجوه وانتقل لأول مرة للمدينة اللي غا تغير ليحياته كاملة وهنا محمد كان في العمر ديالو بالطبع 22 عام المهم كان واحد الشقة على قد الحال ماشي دراري اللي كانوا تهو مع علاق بالخدمة وداز الايام على هاد الحال من الخدمة للطار ومن طار الخدمة وفي الويكاند كيمشي يزور الاخ ديالو في ابو ضبي واحد النهار محمد غا يتعرف على واحد البنت مغريمية خدامة شاف كويزيني في واحد الوطيل في مدينة العين وهاد البنت الاسم ديالها سلوة من مواليد 1982 يعني كبر من محمد بشي سبع سنين الوضع المادي ديالها كان مزيان بزاف وهاد شي كان باين عليها عندها دار في حيراقي وصيارة واعرة صالر مخير هاد الجوج دخله في علاقة اللي دامت سبع سنين سبع سنين ومحمد عايش معها في دارها واكل شارب صالر ديالو ما كانش تيقده الشي اللي خلا هي تبقى تعطيه الفلوس باش يكمل الشهر ويشير اي حاجة بغاء وحسب اقوال ديال سلوة كان دائما كي وعدها بالزواج محمد كان كيعابد الخوف هشام كل شي وعطي العنوان ديالها ديال الدار اللي عايش فيها معاها فيها وكان ديما على تواصل الاخ ديالو حتى الالفين وثمنتاش وبالضبط في شهر ثمانية محمد اخباره عادي تقطع والاخ ديالو كان ديما كي حاول يتصل به وجاتو غريبة ان اخوه ما كيجوبش على الاتصالة ديالو في اللول كان التليفون كيصوني حتى كي تقطع بوحده وما الايام ولا كيعطيه بان التليفون صافي بفا وهنا هشام قال مع رسو يمكن ما بغاش يجاوب ولا ما بغاش يشوف حد مهم هات الشي اللي ترى وهات الشي اللي ترى حتى دازت قريبا شي طلت شهور بلا حتى شي خابار وكان هشام ديما كيحاول يتصل بدون فائدة هنا قرار باش يشدكون جي ما الخدمة ويمشي لمدينة العين ويقلب على اخوه ودك الشي اللي يدر اول وجهة غادي يمشي لها هي سلوة للبنت اللي عندها علاقة بخوه دق في الباب خرجت لي السلوة سولة لمحمد واش كيهن في الدار قلت لي شكون محمد اللي كتهضر عليه شيت ما كنعرفوش وما كنعرفش على من كدوي هنا هيشام استغرب كيفاش السيدة ما كتعرفوش وواعيش معها سبع سنين في دارها وباش يجاوبة في البلاصة حل تليفون ديالو وراها تصويرته وهنا سلوة عاد فكراته ورحبات به ودخلته لدارها ومن بعد ما هيشام عاود سولها نفس السؤال قاتليه هي ومحمد مودة هدي باش تفارقو لأنه جاء عندها آخر مرة واعتذر منها حيث ما بغاش يتجوج بيها حيث القوم ديالو فرضت عليه يتزوج بشي وحدة من العائلة ديالو وهي من بعد ما اعترف ليها بهذا الشي تخاصمت مها وطرباته من دارها ومن هاديك اللقيته ما سمعت عليه شي خبار هيشام خرج بحاله ومشا في الطريق ليل الشركة اللي كان خدم فيها أخوه تسول عليه المسؤول اللي غايقول ليه هادي مدة تلت شهور مجال خدمة وبأنه معلمه مش قبل ما يغادع قبل ما يغبر أنا هيشام قمصدو من هات الشي اللي كيسمع وقلسوا قاك يفكر الرأس ديالو ضخ عليه ويهي تجي في بالو ديك التصرفات الغريبة ديالسلوة لايوعق الوحدة عيشام عا واحد سبع سنين وتنساه بها الطريقة وتنساه زيما تغييب هات السهولة وتفكر توتر ديالا من بعد ما شافت تصويرته ويمشي مباشرة المقر الشرطة ودخل عندهم وعود لهم تفاصيل كاملة بأن الأخ ديالهم اختفي هدي ده بطل شهور بأنه الشاك في سلوى حي تردت الفيع ديالها كانت غريبة شوية هنا البوليس كي ياخدوا هات البالاغ بجدية وكي يستدعيوا سلوى للمقر باش يحقوا معها ويشوفوا واش فعلا ما عند عليه حتى خبار كيف ما قالت لخوه من بعد ما وصل هالاستيداء في البلازة جت عندهم للمقر بدأ وجبوا معها في الهضراء وعودت لهم نيدك شي اللي قالت لهيشام يعني ما غيرتش الأقوال ديالها هنا هيشام ما بغاش يدخل لها تشر راسه قال لهم كيفاش سيدة معاه المدة سبع سنين ومن اللي عرفاته غادي تجوج ما دارت حتى شي ردت فعل وعليش توطرت من بعد موريسة تصويره دياله علش في اللون نكرات بأنك تعرف شي حد اسميته محمد وأكد ليهم بأنه عنده إحساس قوي بأن سلوة عنده علاقة بالاختفاء دياله هنا المحقيقين باش يحيدوا الشك غادي يعطيوا أمر بالتفتيش للدار ديال سلوة باش إلا ما القوالوا يطلقوا السيدة ولكن من بعد ما انتقلوا عناصر الشرطة لدار سلوة وقلبوهم زيان هنا كانت المفاجأة اللي غادي يلقاوا واحد الحاجة اللي غا تصدمهم كاملين غادي يلقاوا طرف ديال الدرس ديال إنسان وسط الخلاط الكهربائي في الكوزينة هات الشي صدمهم بالساف وفي البلاصة غايت ديوه المختبر ديال طيب الشرعي ويشوفوا ديال من هدك الطرف ديال الدرسة والمفاجأة اللي غادي تصدمكم كثر من هات الشي اللي فات هي أن داك الدرس غايتلع ديال محمد كيفاش عرفوه قارنوه بلدين ليل هشام وطلعت النتيجة إيجابية هنا البوليس غايددوا التحقيقات بجدية مع سلوة اللي نهارت وبدأت كتعاود لهم الحقيقة كاملة قالت بأن محمد كان دايما كي وعدها بالزواج وسبع سنين ووعيش معها وهي اللي كتصرف إليه وزيد على هات الشي كانت كتعطيه حتى الفلوس من اللي كيتقاضى ليه الصالير دياله وغادي ترجع بيوم نهار اللي وقعت الجريمة جال عندها وطلب منها باش ينهيو العلاقة للآباد حيث الأم ديالو بغاه تزوج شي وحدة من عائلته وهنا تزيده في الهضراء وبالصدفة كان واحد الموس محطوط فوق الطابلة ديال الصالون ما حساتش براسة حتى هزاته بقات كتعطيه في الطاعنات حتى قتلاته وطاح في الأرض جوتة هاميدة ومن بعد ما لقعت راسة قدام جوتة بدا تكتفكر كيفاش تخفيها وقالت باللي الحقد كان عاميها وهات الشي كله دارتو وهي ما حساش براسة وكانت متلدب الانتقام على حد قولها المهم سخنات الماء لدرجة الغلايان وبقات كتقطع في الجوتة ديالو وكتديرها في الماء باش يتفك اللحم من العظام ومن بعد فتات العظام مزيان ورماتهم في الزبل باش ما يقدر حتى شي واحد يعرفوه مع عظام ديالإنسان ومحتويات البطن ورماتهم في المجاري وشرت بزيف ديالمعقيمات والصابون وخملات دارها كاملة باش تخفي اثار الدم نهائيا وبما انها كانت كتشتغل في الكوزينة وكانت ديالشي في كويزين عرفات كيفاش تقطع الجوتة وكيفاش تتحيد الحم على العظام وكتعاود السلوى بانها طيباته طيبات قطع من اللحم ديالو مع الروس وهاد الوجبة عندهم في الخليج كيسميوها المجبوس وماشي هي اللي كلات هاد الوجبة وانما خرجات هاد الطابق الشي عمال من باكستان كانوا خدامين قدام دارها وفي امان الله ما داروا الهوالو حتى مشت عندهم ودات اليوم هادك الطابق اللي صوباته وهو مساكن مفرصهم ما يعودوا مره محسينة بغت تكرمهم وشكرها وكلاو دك الطابق اللي عامر بالحم الانسان سلوى تلتيام وهي كتقطع في الحم وتطحن في الخلاط حتى كمدت الجوتة كاملة وكانت كتظن بانها نفداد جريمة كاملة ومستحيل انها تفضح وليعق بها شي واحد بالخصوص العائلة دياله حيث ما كيعرفوهاش وما كيعرفو عليها ويلو حيث محمد معمره ما قال لها راه كيعود الخوه عليها ولا علاقة بها من هاد النحية كانت مرتاحة نفسيا وهاد الراحة كانت كتزاد نهار على نهار حيث حتى شي واحد مجل عندها وحتى واحد مسؤول عليه حيث دا بطلت شعور على هاد الشي ولكن الروح عزيزة عند الله بسباب داك الطرف ديال الدرس اللي بقى لاسك وسط الخلاط الكهربائي وتفضحات وحدة من أبشع الجرائم سكان دولة الإمارات تصدموا باللي عرفوا أحداث هاد الجريمة والصحافة والإعلام ولت هاد الجريمة هي الشغل الشغل يارهم تفاصيل هاد الجريمة غريبة بزاف ما أمرنا ما سمعنا الشي جريمة بحال هادي بأن السيدة تقتل السيد والدرجة تطيبو وفوق هاد الشي تعطيه الناس ياكلوه تشير ما كيتقبلو للعقل ولا المنطق وحل تشي حاجة الشرطة برأسهم ما تشي مضغاش يدخل لهم رأسهم وما يعرضو سلوه على الطب النفسي باش يتأكدو من حالة الصحية من حالة الصحة النفسية ديالها حيث مو حال واش تكون هاد السيدة بعقلها هاد الأفعال اللي دارت ما كيقبلو مضال عقل زيادتنا لأنها كانت كتقول البوليس اللي كانوا كيحقوا معها بأنها ما كانش وعيا نهائيا بدكش اللي كتدير يعني كانت الوقت باش كانت كتنفذ الجريمة ديالها كانت مرفوعة كانت ما عقلاش ما عقلاش على رأسها كيفش دارت ديك الجريمة لا كيفش تخلصت من الجوتة ما بقاش عقل حتى سالت يعني ما كانت في الوقت ديالها نهائيا وبالصراحة باش السيدة تبقى في الغيب وبالمدة الثلاث يام وهي كتقطع وطيب في الجوتة هاتشيرها غريب المهم من بعد ما الشرطة عرضت تسلو على الطب النفسي أكدوا الأطباء بأن الحالة النفسية ديالها انت تضهور بزال حيث مسكينة كانت بانية أحلام وبغى تزوج به وهو أخوة بها من بعد ما دوز معها سبع سنين هو كيستغل فيها سكن معها كيأخذ من عنده الفلوس كتصرف عليه ولكن هي انتقبت منه شر انتقام وهكا المحكامة الإماراتية كتحكم على سلوى بالمؤبد في دول الخليج كانوا غادي يحكموا لها بالإعدام وكان هاد الإعدام غادي تنفد ولكن تقرير طبي اخداه بعيد الاعتبار وطواء مؤبد لأنها كانت الصحة النفسية ديالها تظاهرها وشاهدت الأطباء نفعتها ووقفت معها باش حيدوا للإعدام وخلوا لها المؤبد الصراحة هادي من أبشع القضايا اللي شفت ولا اللي سمحت عمرني ما سمعت شي قضية بحال هادي أطرت فيها بالثاف باش وحدة تقتل واحد وتقطعه وتطحنه في الخلاط الكهربائي وتطيبه وتعطيه للعمال مساكل اللي ما عندهم طوما ما عارفين والو الخدامين كانوا كي يخدموا في شي بنحدها خرجت لهم ذاك الطابق وكرماتهم به وكيدعيوا معاها لني أتشارة ما كيتقبلوش لعقل أنا ملقيت منك وفي الصراحة غادي نخليكم توم التعليق وكنتمنى نزمي التعليقات ديالكم وما تنسونيش باللايك وتشجعوني باش ننجيب لكم ديمة الجديد وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر